بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 part 7 basic concepts of rc beams بنتكلم على اللودينج اللي ممكن يحصل على الكاميرات اللي عندي في الحالة ديت زا ما احنا شايفين ان اللودي اللي عندي باخده على نقطتين والنقطتين دول بيقابلهم اتنين support فعشان كده بنسمي الحالة ديت اللي هي الفور بوينت لودينج فزا ما احنا شايفين في الronforced concrete beams يعني عايزين نعرف المود اللي ممكن تحصل في عملية الانهيار نفس الكلام هنا بيبقى نتيجة اللودي دوت بيبقى في الرياكشن اللي هو بي على اتنين بي على اتنين نفس الكلام هنا نفس الرياكشن اللي هو بي على اتنين هنا بي على اتنين وطبعا هنا بنقول بنحط الحديد علشان الخرصانة ضعيفة في منطقة الشد طيب هنا نتيجة اللودي في الرياكشن عندي عند اي section تقدر تحسب الشير فالشير هنا بيساوي بي على اتنين نفس الكلام هنا نفس الكلام نفس الكلام طبعا ده كلام بسيط انتو خطوه في ال structure ازاي تحسب الشير force اللي موجودة عند اي cross section طيب نتيجة المومنت اللي عندي المومنت دوت بيخلق tension force وبيخلق compression force يبقى القطاع اللي انا اشغال عليه 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 الشير وعليه tension وcompression التنشن بتبقى زي ما احنا شايفين في lower board هنا ال compression موجود في ال upper part نفس الكلام تحت هنا ان هنا بيبقى فيه tension وفيه compression حسب مكان neutral axis اللي هو بيبقى عنده ال stress بيساوي zero طيب في حالة التحميل ديات ده توزيع البنديج مومنت عندي في كاميرا في الحالة ديت ايه لو عليها load فبنقول ان المنطقة ديت بتبقى منطقة maximum moment اللي بتخلق لك tension تحت وبتخلق compression في الجزء العلوي بتاع الكاميرا طيب فين الشير؟ توزيع الشير على الكاميرا ديت بيبقى بالشكل دوت يبقى زي ما احنا شايفين ان الشير عندي بيبقى maximum عند السببورد وبيبقى فيه منطقة هنا في النص اللي هي بنسميها zero shear يبقى ديت الكاميرا كاملة فيها الشير نتيجة الفورس اللي موجودة عندي عند السببورد المنطقة اللي في النص بيبقى فيها pure bending يبقى فيها tension تحت وفيه compression في الجزء العلوي دي شكل الكاميرات اللي هي الاكشول اللي بيحصل فيها failure هنا بنتكلم على compression و tension failure طبعا الشروخ ديت نتيجة tension او نتيجة flexure المنطقة اللي فوق ديت فيها crushing اللي موجود في منطقة compression نفس الكلام هنا بس الكراكس هنا زي ما احنا شايفين ان العرض بتاعها بيبقى كبير او الاتساع بتاعها بيبقى كبير هنا منطقة اللي بتحصل فيه compression zone هنا ده failure حصل نتيجة shear وده بيبقى فيه cracks عندي الكراكس ديت بتبقى ميلة زي ما احنا شايفين نفس الكيس هنا بيبقى فيه cracks ميلة يبقى ديت اللي cracks او failure اللي بيحصل نتيجة الشير نتيجة الشير هنا دي الكاميرا ديت بيبقى فيه هنا tension فالتنشن دوت احنا بنحاول نقومه بحديد التسليح اللي بنحطه فيه اسفل الكاميرا طيب هنا ده شكل الكروس سيكشن ده الحديد اللي هو بيبقى موجود في الجزء السفل بتاع الكاميرا وده الغرض منه انه هو مقاومة ايجادات الشد زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت ده هنا حديد التسليح حديد التسليح دوت عليه force اللي هو attention force الموجودة في القطاع في الجزء السفلي ده هنا بنفكركم تاني بتوزيع الاسترس في الحالة اللي هي ultimate هنا الاسترس بيبقى parabolic بنستعيد عنه بتوزيع منتظم اللي هو بنسميها الوتني formula بيبقى التوزيع عبارة عن مستطيع ترجمة نانسي قنقر